تحديات جمّة يواجهها المشرعون الأمريكيون حيال تزايد الأخطار التي تواجه الاقتصاد الأمريكي حيث يسعى الكونغرس والإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق واضح حول حزمة تحفيز جديدة من شأنها تخفيف أضرار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي ويواجه الدولار صعوبات للتمسك بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة أمام العملات الرئيسية إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي في وقف صعوده صحيفة فينانشال تايمز البريطانية قالت إن الفشل في التوصل إلى تسوية حول حزمة التحفيز الأمريكية ترك أكثر من 25 مليون شخص في أكبر اقتصاد في العالم يواجهون التحديات الاقتصادية وحدهم بعد انتهاء فترة المعونات التي تصل قيمتها إلى 600 دولار أسبوعياً عدم التوصل إلى صفقة حتى الآن أثار القلق في مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي دفع رئيسه مراراً وتكراراً لتقديم مزيد من الدعم لاقتصادي البلاد عبر استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية لدى البنك وتشير توقعات كبار مسؤولي البنك الاحتياطي الفدرالي إلى تراجع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6% خلال العام الحالي لكن الانكماش قد يكون أعمق حال عدم إقرار التحفيز النقدي في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تعرق الانتعاش الاقتصاد الأمريكي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 4.9% هذا العام